ونعود مرة أخرى إلى ضيف الكريمة الباحث المتخصص فيه الشؤون الأمريكية عمر عبد العاط ينضم إلينا من القاهرة بداية تحية لك وما هو توقعك لانتخابات التجديدة النصفية التي تجرى اليوم للكونجرس الأمريكي يعني هناك سلاسة سيناريوهات رئيسية للانتخابات الرئيسية الأمريكية السيناريو الأول يذهب إلى أن يكون هناك انقسام في الكونجرس الأمريكي ما بين الحزبين الرئيسيين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حيث أنه تشير استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري سيكون له الأغلبية أو سيحقق الأغلبية في مجلس النواب حيث أن هناك يحتاج إلى خمس مقاعد لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب والتوقعات تشير إلى تحقيق ذلك وهناك وفي الجانب الآخر سوف يحقق الدمقراطيين الأغلبية في مجلس الشيوخ وسوف يحافظون على 50 مقاعد للجمهوريين و50 مقاعد للديمقراطيين وسوف تكون نائبة الرئيس التي تشغل بحكم منصبها رئيسة مجلس الشيوخ الصوت الإضافي للحزب الدمقراطي لتحقيق الأغلبية أما هناك السيناريو الثاني هو السيناريو قد يكون مستبعد هو أن يحقق الجمهوريين الأغلبية على مجلسي الكونجرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفي حالة تحقيق هذا السيناريو سوف نجد أن الإدارة الأمريكية سوف تدخل فيما يطلق عليه البطل عرجاء سوف يكون الرئيس الأمريكي ليس قادرا على تمرير عدد كبير جدا من التشريعات الداخلية ويؤدي إلى أن يكون هناك تأثير على فرص الجمهوريين في انتخابات القادمة عشرين أربعة وعشرين وهناك السيناريو آخر مستبعد هو استمرار حفاظ الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ حيث تشير الخبرة التاريخية لانتخابات تجديد النصف للكونجرس أن الحزب الحاكم في البيت الأبيض يفكت الأغلبية في أحد مجلسي القونجرس وهذا ما حدث في الخبرة التاريخية لأن هناك بعض الاستثناءات كان آخرها في ألفين واثنين وهذا ما حدث في انتخابات التجديد النصف في ألفين وتمانية عندما فقد الدمقراطيين واحد وأربعين مقعد وفقد الدمقراطيين في انتخابات عشرين عشر حوالي تلاتة وستين مقعد السيناريو الذي أتوقعه هو السيناريو الأول يتحدث على انقسام ما بين الجمهوريين وبين الدمقراطيين في مجلسي القونجرس